اشتركوا في القناة اياد السمراء هما الذين يدفعاني بالسنة وبالعراق وبالحزب الاسلامي في تلك الهوة وتلك العلاقة مع قوات الاحتلال اقول ان الانسحام من العملية السياسية لكل الاطراف الوطنية هو مطلوب سواء من الحزب الاسلامي او التوافق او غيرهما من المشاركين في العملية السياسية واقول الان هو شرف لمن يبحث عن الشرف وهو نجاة لمن يريد ان يبحث عن النجاة وهو مستقبل لمن يريد ان يصلح نفسه ويتأمل السؤال هنا مالذي يمنعهم من الانسحام مالذي يجعلهم متشبسين وهم عاجزون عن حماية انفسهم عاجزون عن حماية اهل السنة عاجزون عن القيام بأي دور مؤثر فيما يدور بل يتهمونكم انتم بانكم بمقاطعتكم انتم سبب في كارثة العراق على كل حال هذا الاتهام سمعناه مرات وكرات ونحن نعرف الاسباب الدافعة اليه لانهم هم اخفقوا فيما توهموا ان يحققوا وقد اعترفوا بذلك قبل ايام اعترف بعض قادتهم بانهم ارتكبوا خطأا في دخولهم العملية السياسية وفي قولهم نعم للدستور وما الى ذلك وكان المفروض بمن يعترف بالخطأ ان يصلح هذا الخطأ بالخروج من العملية السياسية ككل لا ان يستمر عليها اشتركوا في القناة